السلام عليكم ورحمة الله درس اليوم عن جوبز أو الوظائف سنعرض في هذا الدرس أسماء بعض الوظائف والمهام المطلوبة من كل وظيفة نبدأ المحاسب يعنى بمراقبة الأموال أو موظف الاستقبال يعمل في فندق أو المهندس المعماري يصمم المباني الممرضة تعتني بالناس في المستشفى الجرناليست أو الصحفي يكتب للجرائد أو المترجم يقوم بالترجمة الطيار يطير بالطائرة المضيفة تسافر كثيرا ساعي البريد يقوم بتوصيل الخطابات أشوب السيستنت أو عامل في محل أشوب السيستنت سيلز تنكس يبيع أشياء نأتي الآن إلى التدريب والسؤال يقول underline the correct answer ضع خط تحت الإجابة الصحيحة number one a receptionist pilot nurse flies planes يطير بالطائرة this is of course pilot number two an architect interpreter accountant looks after money يعنى بمراقبة الأموال this is accountant أو المحاسب a journalist shop assistant postman delivers letters يواصل الخطابات this is postman ساعي البريد a nurse accountant flight attendant helps sick people تساعد المرضى this is nurse الممرضى an architect سلز يبيع designs يصمم looks after يعتني بي buildings المباني of course designs buildings يصمم المباني a journalist works for a newspaper hospital hotel of course works for a newspaper يعمل في جريدة an accountant looks before at after money يُعنى بال أموال looks after money نصل الآن لختام درس اليوم thank you good bye ترجمة نانسي قنقر